وينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش ياسر هل لك أن تطلعنا على آخر تفاصيل هذه الزيارة والاستعدادات وأبرز الموضوعات التي ستناقش بين الزعيمين نعم سينار من المتوقع أن يصل العاهل الأردني عبدالله الثاني تونس خلال ساعات في إطار زيارة رسمية بعد توجيه دعوة له من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاستعدادات الرسمية على قدم وساق الشوارع التونسية زينت بالأعلام الأردنية والتونسية تزامنا مع الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين الملفات التي ستطرح على الطاولة العلاقات الثنائية بين البلدين تعزيز التعاون الثنائي والمشترك في عدة ملفات في الجوانب الاقتصادية وربما حتى الأمنية ومجابهة الإرهاب عدد من المتابعين للشعر السياسي والداخل أيضا تحدثوا على الملفات الإقليمية وما يدور في المنطقة العربية سيما القضية الفلسطينية وكذلك الحال الوضع في ليبيا وسوريا وحتى اليمن نحن نتحدث عن هذه الزيارة الأولى منذ سنوات للعاهل الأردني إلى تونس كان الرئيس الباجي قادي السيبسي قد أدى زيارة رسمية قبل سنوات أيضا إلى العاصمة عمان الحديث عن القمة العربية المرتقبة المتوقع عقدها في أيضا أواخر آذار مارس المقبل عودت سوريا ومقعدها في الجامعة العربية الرئيس التونسي الباجي قادي السيبسي استبق هذه الزيارة بتصريحات صحفية وتحدث بأن هناك تشاور ما بين عدد من الدول العربية حول هذا الموضوع بالنسبة أيضا للملف الليبي كان هناك حراك أردني إضافة ويضاف إلى جانب التحركات التونسية والمصرية وحتى الجزائرية في محاولة لحلحلة الأزمة عدد من القيادات الليبية زارت عمان أما الرئيس التونسي الباجي قادي السيبسي بدوره فقد أطلق مبادرة منذ سنوات في محاولة للوصول إلى انتخابات عامة ليبية وإنهاء الصراع القائم فيها أما القضية الفلسطينية أيضا فستكون محور المباحثات وكذلك التهويد في القدس والاستيطان ستكون محور مباحثات الزعيمين على الطاولة قبيل شهر تقريبا أو شهرين من القمة العربية المرتقبة نعم طيب ياسر هل من فعاليات موازية لهذه الزيارة بمنسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بالتأكيد هناك عدة احتفاءات ستكون ما بين الزعيمين بحضور كبار المسؤولين من الجانبين الأردني والتونسي هذه الزيارة تستمر اليوم واحد ويرافق خلالها الملك الأردني عقيلته الملكة رانيا وعدد كبير من المسؤولين الأردنيين وزير الخارجية الأردني قبل تقريبا شهر ونصف كان في تونس وتم التباحث مع نظيره التونسي خميس الجهناوي حول العلاقات الثنائية ما بين البلدين والملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين عمان وتونس نعم إذن ياسر دبابش مراسل الغد من تونس شكرا جزيلا لك